بسم الله الرحمن الرحيم تنزيل الكتاب من الله العزيز العكيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليغربونا إلا ليغربونا إلى الله ذلقا إن الله يحكم بينهم فيما فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار ألا لله الدين الخالص إلا ليغربونا إلى الله ذلقا إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار خلق السماوات والأرض في الحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسصغر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار خلقكم من نفس وائدة ثم اجعل منها دوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يحلقكم في بقول أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنا تصرفون إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضى لكم ولا تذروا آذرة وثرة أخرى ثم إلى ربكم مردعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات إذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أنجادا ليضل عن سبيله قل جمجع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار أم من هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآفرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أولى المسلمين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عبادة يا عبادي فاتقون والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأناموا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ظلال مبين الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها ثم ثانية تغشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وغلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما لهم من هاج أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ظوبوا ما كنتم تكسبون كذب الذين من قبلهم فأداهم العذاب من حيث لا يشعرون فأداهم الله الخذي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون ضرر الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا بل أكثرهم لا يعلمون إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مكوى للكافرين والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون أليس الله بكافر عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يغلل الله فما له من هاد ومن يهد الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضر هن كاشفات ضر أو أرادني برحمة هل هن منسكات رحمة قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون قل يا أبوهم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لو تمت في منامها ويمزق التي قضى عليها الموت ويؤسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون أن اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا لغنق السماوات والأرض ثم إليه ترجعون وإذا ذكر الله وعده أشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون قل اللهم مفاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لابتدوا به من سوء لابتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدأ لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وبدأ لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنقوا من رحمة الله إن الله يغفر الظنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب هم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفسي يا حسرة على ما فربت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكم من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أنني كرة فأكون من المحسنين ألا قد جاءت آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين ويوم القيام اجترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون الله خالد كل شيء وهو على كل شيء وكير له مقاليب السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون قل أبغير الله تأمرني أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لإن أشركت ليحبطن أعملك ولتكونن من الخاسرين فلله فاعبد وكن من الشاكرين وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مقضيات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون ونفخ في الصور فسعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم من فخ فيه أخرى بإذا هم قيام ينظرون فأشرقت الأرض بنور ربها ووقع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون وغفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون وسيق الذين كفروا إلى جهنم ثمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم غسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكذرين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة ثمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فذقلوها أخالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائك لتحافين من حول الحرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين ترجمة نانسي قنقر